موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجلز الرابع من قناة المرابطون أهلا بكم أشهد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بالخطوات التي قال إن موريتانيا قطعتها على درب تجذير وتطوير حرية الصحافة وغيرها من الحريات العامة وحقوق الإنسان وعبر الحزب في بيان صادر عنها عن تمسكه بمواصلة الإسهام الجاد في ترقية وحماية المهنة الصحفية والدفاع عنها وعن العاملين فيها قال وزير التجهيز والنقل وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وكالة سلكو لحمد زيدبي إن حرية الصحافة تعتبر مصدر اعتزاز ومدعاة لاستحضار المسئولية وأضاف أولا أحمد زيدبي لدى اشترافه على افتتاح الفعاليات المخلدة لذكر اليوم العالمي لحرية الصحافة أن الصحافة من أجل أن تكون ضامنا للسلم وأداة لتحقيق التنمية لا بد لها من التحليب الوطنية قال نقيب الصحفيين المريتانيين أحمد سالم ولمختار السالم إن النقابة سجلت خلال العام المصرم تسع حالات بين اعتداء وتوقيف واستدعاء للصحفيين للتحقيق معهم وأن الدداء أولي المختار السالم في كلمة نلقاها خلال حفل أقيم بمناسبة ذكر اليوم العالمي لحرية الصحافة باستمرار عدم تطبيق دفاتر الالتزام المتعلقة بالعقود وما سباه استمرار معاناة المتعاونين في الإعلام العمومي دعا رئيس الاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة في موريتانيا محمد محمود ولب المعالي إلى ترسيخ مستوى الحرية الصحفية في البلد وتوسيعها والعمل على ترشيدها فأضاف ولب المعالي في كلمة بمناسبة ذكر اليوم العالمي لحرية الصحافة أن الاتحاد ضد تقييد الحرية ومحاولة المصادرة أصدرت وزارة الصيد الموريتانية قرارا يقضي بتوقيف الصيد الصناعي إذانا ببدء الراحة البيولوجية لمدة شهرين القرار الذي وصف بالمفاجئ يتي قبل أسبوعين من توقيف مرتقب للصيد التقليدي كما يتي وفق مصادر في وقت كان ينتظر فيه تمديد الراحة البيولوجية للصيد الصناعي إلى غاية منتصف مايو الشهري يرتقب أن تحتضن العاصمة المالية بماكو منتصف شهر مايو الجاري مؤتمرا للمصادقة على اتفاق سلام مشترك بينها والحركات الأزوادية يأتي ذلك وسط معارك شهدتها بعض المدنين في الأيام الأخيرة بين مقاتلين من منسقية الحركات الأزوادية وعناصر من الجيش المالي ودعوات أممية إلى وقف إطلاق النار والضغط على المنصقية من أجل التوقيع على اتفاق السلام يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرية على الشاشة السادسة نشرة أخبارية مفصلة بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة